بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى جناته ورضوانه فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب أيها الإخوة الأكارم الأفاضل يتجدد بكم اللقاء من هنا من المسجد الحرام من أول بيت وضع للناس من جوال الكعبة الشريفة يتجدد بكم اللقاء في هذه المجالس الرمضانية التي نتذاكر فيها القرآن الكريم نتدارس فيها آيات من الذكر الحكيم نقف في هذه الدروس مع سورة العلق التي كان صدرها أول ما نزل من القرآن الكريم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقوفنا اليوم مع الآية السادسة والسابعة والثامنة بمشيئة الله من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجع بعد تلك الآيات الأول التي وقفنا معها في الدروس الماضية وقفنا مع كلام أهل العلم ورأينا كم هي المعاني العظيمة التي تضمنتها تلك الآيات الخمس لكنها معاني جليلة إنها بداية النبوة والتهيئة للرسالة إنها التأسيس لهذا الدين ولقضية الدين اعتقاداً واستسلاماً وخضوعاً لله ولأمر الله عز وجل إنها بيان أن العناية بعقل الإنسان وفكر الإنسان وباطن الإنسان هو الأساس العناية بالذات والفرد هو الأساس البدء بالعلم وأن أساس العلم ما يبنى على الحقائق وأن المصدر الوحيد الذي يتلقى الإنسان منه الحقائق والحقائق الرئيسة والحقائق التي لا بد له منها فإنما يتلقاها من وحي السماء وحي السماء هو هذا القرآن الكريم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياً يتلى فلذلك كان العلم القضية الأساس ثم يتبع ذلك التعلم بالقلم فإن هذا العلم الذي ضابطه والذي منهاجه البدء فيه باسم الرب جل جلاله تلك الضمانة التي ستضمن لك أن تتلقى العلم الصحيح وأن تتدرج في العلم النافع وأن تبني في قلبك تلك الحقائق العظيمة التي إذا ما جئت يوم القيامة فأنت تلقى الله عز وجل ومعك دليل الحق على صدق إيمانك وإن نطقت بها في هذه الدنيا فأنت نطقت بالعلم ونطقت بالحق وجادلت بالحق وانتصرت على خصمك إن تلك الحقائق العظيمة الجليلة ثم ذاك الشعور بأن العلاقة التي بين الرب وبين العباد أسست في هذه الآيات الخمس فإنها علاقة إكرام علاقة نفع علاقة إحسان من الكريم جل جلاله الأكرم علاقة من الرب الذي يربي عبيده على ما ينفعهم وما يصلحهم ثم البوابة التي تدخل الإنسان في ذاك الأمر العظيم وفي ذاك الميدان الرحب الفسيح وفي تلك الحقائق التي تستضيء بها البصيرة قبل البصر والتي تنشرح بها الصدور قبل رغد العيش للأجساد إن الطريق إلى ذلك إنما هو العلم الأعظم العلم بالله جل جلاله والذي قوامه التفكر والتدبر في تلك النعم والتفكر في آيات الله المقرؤة فهو تفكر في آيات متلوة وتفكر في آيات منظورة العلم بالله عز وجل هو المدخل والبوابة الأساس التي منها يدخل الإنسان إلى تلك الحياض الطيبة المباركة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بيته عاد إلى زوجه إلى الصديقة إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يجد منها أحسن المواقف وليسمع منها أطيب الأقوال وليرى منها أحسن الأعمال رضي الله عنها وأرضاها فبحق هي سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها حق لها أن لا ينساها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه طوال حياته ثم ينقطع القرآن برهة ثم يعود لينزل ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم بما كلف به من أمر الرسالة ويستمر مواجهته لقومه إلى أن يكون حدث تنزل له الآيات التي جاءت في سورة العلق بعد تلك الآيات الخمس الأولى فإذا سورة العلق آياتها الخمس الأولى هي أول ما نزل على الإطلاق من القرآن الكريم ثم ما بعدها فإنه نزل متأخرا ولكن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه كتاب الوحي أن يكتبوا هذا القرآن الكريم بحسب ما يبينه ما يبينه صلى الله عليه وسلم ويمليه عليهم عليه الصلاة والسلام فالآيات التي بين أيدينا إذن هي من حيث تاريخ النزول متأخرا عن الآيات الأولى وهذه الآيات الثلاث وهذا شأن القرآن كلام الله عز وجل وهل هناك كلام أعظم من كلام الله وهل نتوقع أننا نجد أن كلاما يتضمن حكما عظيما ومعاني جليلة مثل كلام الرب جل جلاله فهذه الآيات الثلاث على قلة كلماتها إلا أنها تضمنت أخطر داء ومرض يصيب هذا الإنسان ويصيبه في مقاتله وأخبرت عن السبب الرئيس لذلك الداء ثم أخبرت عن الدواء الرئيس لذلك الداء ثلاثة أمور تضمنتها هذه الآيات الثلاث الداء وسبب الداء والدواء فلذلك نحتاج أن نقف مع هذه الآيات ونتفكر ونتدارس ونحن نقف مع كلام أهل العلم وقد تدبروا هذه الآيات واستنبطوا منها وكان البيان والإرشاد لهذه الأمة عندما تقرأ كتاب الله عز وجل فتجد في بيان العلماء ما يعينهم على أن يفهموا مراد الله عز وجل من كلامه في هذا الكتاب العظيم فيقول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى كلا تأتي لغة العربية على معاني كما ذكر العلماء فمن العلماء من قال أنها ردع ورد وزجر ومن العلماء من قال أنها هنا بمعنى ألا ومنهم من قال أنها بمعنى حقا فإنه إخبار عن شأن هذا الإنسان بموجب الخلقة التي خلق عليها فإنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن حمل الإنسان لهذه الأمانة العظيمة وهذا في قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فلما كان هذا من طبعه فلذلك حقا أي أن هذا الإنسان يطغى لأن هذا شأنه بأساس بموجب الخلقة التي خلق عليها وذلك لأن الإنسان خلق لحكمة عظيمة وهي حكمة الابتلاء والامتحان فخلقه الله عز وجل على هذه الخلقة القابلة للنجدين القابلة للطريقين أنها تقبل الحق وكذلك أنها تقبل الانصراف عن الحق وما ذلك إلا لحكمة الابتلاء لأن الإنسان اختار أن تكون طاعته لربه عز وجل أن يكون ذلك بإرادته وباختياره فأعطاه الله عز وجل ذلك ولكن جعل حكمة هذه الحياة الابتلاء والامتحان فلما كانت الحكمة هي حكمة الابتلاء والامتحان فكان نظام هذا الكون وتدبيره وتقديره يتفق مع تلك الحكمة ولما كانت الحكمة من وجود هذا الإنسان أن يبتلى فكذلك والحياة والموت أن يبتلى هذا الإنسان فلذلك كانت خلقة الإنسان بما يتفق مع هذه الحكمة فإذن هنا كلا إن الإنسان لا يطغى فإن الإنسان بموجب هذه الخلقة سيكون هذا من شأنه إلا إذا هذب بالإيمان وبالحق الذي يأتيه من الرحمن وبما نزل على الرسل فعندها سوف يعالج الإنسان ذلك الأمر ويخرج من الطغيان إلى الهدى وإلى الصراط المستقيم كلا كلا إن الإنسان لا يطغى الطغيان الطغيان هو مجاوزة الحد ولذلك فسره العلماء هنا بعدة معاني وهي متقاربة ومن خلاف التنوع في تفسير العلماء لآيات القرآن وهذا هو الغالب إذا ما نظرنا إلى أقوال العلماء في تفسير آيات القرآن وكلمات القرآن فالغالب أنه من نوع اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد أي بمعنى أن كل منهم نظر إلى زاوية من زوايا الأمر وعبر عن ذلك الأمر من خلال ما نظر إليه فهو ليس إلغاء للجوانب الأخرى ولكنه أراد أن يعبر عن أبرز ما وقع النظر عليه فلذلك من العلماء من قال في قوله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أي إنه ليعص الله عز وجل ومنهم من قال أنه يبطر من البطر ومنهم من قال أنه يتجاوز قدره أي أنه يضع نفسه في غير المكانة اللائقة بها فيرفع وذلك من الوهم الذي يتخيله عن نفسه فإذن هذه من المعاني التي فسر بها الطغيان والمعنى أن الإنسان يتجاوز الحد الذي وضعه الله عز وجل له إن الله عز وجل وضع لكل شيء حد وضعه لهذا الإنسان في وحيه فوضع لكل جارحة فيه حد ووضع لكل ميدان من ميادين حركته حد وأن الإنسان مكلف أن يلتزم بذلك الحد الذي قدره الله سبحانه وتعالى له كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يخبر أن له تلك الحدود فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تعتدوها فلذلك العين لها حد لا ينبغي للإنسان أن يتعداه وللأذن حد لا ينبغي للإنسان أن يتعداه في أن يسمعها ما لا يحق له أن يسمعها وكذلك لليد وكذلك لللسان وكذلك للبطن وكذلك للفرد وكذلك وهكذا فكل شيء له حد في وحي الله سبحانه وتعالى والإنسان مأمور أن يقف عند ذلك الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى فقوله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى فإنه يتجاوز ذلك الحد الذي حده الجليل سبحانه وتعالى لهذا الإنسان إذن هذا هو الداء هذا هو الداء وهو الطغيان مرض الكبر مرض الاستعلاء مرض مجاوزة الحد ثم يأتي ذكر السبب الرئيس الذي أدخل الإنسان في هذا المرض الخطير فإن أثر الطغيان ينتج كل بلاء وكل بلاء عظيم نتيجة الطغيان سواء كان من الإنسان الفرد أو سواء كان من الإنسان المجتمع أو سواء كان من أمة من الأمم فإن الطغيان ينتج أسوأ الأمور ويدخل الإنسان في أقبح المواقف والأعمال ولكن ما هو الأمر الذي جرأ الإنسان وأدخل الإنسان في هذا المرض فالله عز وجل يبين ذلك بقوله أرآه استغنى استغنى هنا عن ربه عز وجل هذا قول لعدد من المفسرين أو استغنى هنا بمعنى أنه استغنى بماله أو بجاهه أو بقوته أو بولده أو بصحته فإذن هذه كلها فهل المراد المعنى الأول أو المعنى الثاني ولا مانع أن يكون المعنى أن الإنسان يطغى إن قام به ما يجعله ينسى مواطن الفقر التي فيه فيكون استغناؤه بسبب وفرة المال أو بسبب قوة البدن أو بسبب الجاه والوجاه أو بسبب كثرة الولد فإنه يستغني بذلك ولكن أعظم ما يكون الاستغناء من هذا الإنسان وأقبح ما يكون عندما يستشعر الإنسان الضعيف أنه مستغن عن ربه العظيم عن ربه القوي عن ربه الرزاق عن ربه المحيي المميت عندما يستشعر أنه مستغن عن ربه وأنه ليس له حاجة فيما أنزله الله عز وجل عليه من الوحي الذي فيه صلاحه واستقامته وهدايته عندما يستشعر أنه مستغن عن الله عز وجل فقد دخل في أقبح أنواع هذا المرض الطغيان فإذن المرض الطغيان وسبب الدخول فيه هو استشعار الإنسان أنه مستغن عن ربه عز وجل مستغن عن ربه عز وجل ما هو العلاج القرآن لهذا الداء ولسبب الداء جاء العلاج في آية واحدة وفي أمر واحد وفي تلك الكلمات المعدودة العلاج في قول الله عز وجل إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَا هذا هو مكمن العلاج وهذا هو بيت الدواء إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَا أن يتيقن الإنسان وَأَنْ يَمْتَلِئَ قَلْبُهُ يَقِينًا بِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى اللَّهُ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَي اللَّهُ وَأَنَّهُ مَسْئُولٌ أمام الله وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيُحَاسِبُهُ لذلك كثر في القرآن العظيم التذكير بيوم القيامة وكثر في القرآن العظيم التذكير بمفارقة الدنيا والخروج عنها وكثر في القرآن التذكير بالموت وهي البوابة التي منها يخرج الإنسان من هذه الدنيا لينتقل في طريقه إلى ملاقات ربه عز وجل فإن البوابة التي تنقله إلى ذاك الموقف العظيم إنما هي الموت إن هذا الداء وإن سبب هذا الداء وإن العلاج الذي ذكر في هذه الآية الكريمة فإنه يستدعين هذا الأمر كله أن نقف هذه الوقفات بالغة الأهمية إن العلاج وإن الخطوة الأولى التي تجعلك في مسار هذا العلاج القرآن إن إلى ربك الرجع وهو أن يستشعر الإنسان فقره أن يستشعر الإنسان فقره فالإنسان فقير وهو يملك المال والإنسان فقير وهو صحيح البدن والإنسان فقير وهو ذاجاه وسلطان والإنسان فقير وهو كثير الولد والإنسان فقير وهو كثير الأعوان فالفقر وصف ذاتي للإنسان لا ينفك الإنسان عنه إن هذا هو اللبنة الأولى التي يضع الإنسان قدمه في طريق المعالجة ألا ينسى أنه فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني إذن الخطوة الأولى أن يتذكر الإنسان هذا الأصل أنه فقير وليحذر وليحذر أن يكون ما يتحصل عليه من أمر الدنيا سببا في أن ينسيه هذه الحقيقة وأن يخدعه إبليس فيغطي عنه بذاك الأمر المحدود الذي هو من عطاء الله عز وجل له فيجعله ينسى أنه فقير إذن هذا الأمر الأول وهذه الخطوة الأساس فالحذر أن تنسى أنك فقير وأن تخدع بما يأتيك الله عز وجل من العطاء فتنسى أنك فقير الأمر الثاني وهو أن تتيقن غنى الله جل جلاله وأن الله هو الغني فالله عز وجل غني والغنى وصف ذاتي له غني لأنه قائم بذاته مستغن عن خلقه أزمة الأمر بيده خزائن كل شيء بيده جل جلاله فهو غني سبحانه وتعالى الخلق كلهم فقراء إليه وهو مستغن عن كل أحد سواه لا يحتاج لأحد من خلقه فالله هو الغني فإذا ما أدركت فقرك وأدركت غنى الله وربطت العلاقة وفق إدراكك لكنه نفسك وما أنت فيه وأدركت مال الله من كمال الغنى فعندها تنشأ تلك العلاقة القائمة على ذاك المعنى العظيم وهو الافتقار إلى الله افتقار فقير إلى غني وهو استشعار الكفاية في الله عز وجل إن هذه المعاني العظيمة والوصول إليها وبناءها في القلب هو إدخال الإنسان في سلم السلامة ودخوله في المعالجة وأن يحصن قلبه ونفسه من هذا الداء الخطير داء الطغيان إن قوام ذلك إنما هو بالافتقار إلى الله عز وجل ثم هذا الافتقار ما هي بوابته وما هو الطريق الموصل إليه إن الطريق الموصل إليه إنما هو استحضار معية الله عز وجل معية الجلال والعظم والكبرياء والجلال لله عز وجل ويكون ذلك بالتفكر في آيات الله عز وجل المتلوة والتفكر في آيات الله عز وجل المنظورة وإن أعظم شيء في هذا الأمر إنما هو الوقوف مع أسماء الله جل جلاله مع أسماء الله جل جلاله ثم الربط بينها وبين مفعولاته سبحانه وتعالى ليمتلئ القلب بالعلم بالله عز وجل وكلما تنقل الإنسان من حال إلى حال كان ذلك إنما هو فتح باب لاستحضار معية الله عز وجل معية جلال وعظمة إن المجاهد لنفسه في هذا الطريق الذي يجتهد في أن يستحضر معية الله معه على الدوام معية الجلال والعظمة إنما يدخل نفسه في أعلى مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذن هذا هو الطريق الذي يدخل الإنسان في ذاك المعنى العظيم وأن يكون قد أخذ بذاك العلاج الرباني أن يستحضر دائما أنه موقوف بين يدي الله عز وجل فإذن العلم بالله سبحانه وتعالى هو الذي يدخل الإنسان في هذا الباب وفي هذه وفي طريق النجاح فإذن هذه أمور إذا ما سلكها الإنسان فإنه يكون قد أخذ لنفسه طريق النجاح أخذ لنفسه طريق النجاح فإذن يتفكر الإنسان يتفكر الإنسان في أسماء الله وصفاته ويفهم معناها ويربط ذلك ب مفعولاته ليمتلئ قلبه تعظيماً لله واستحضاراً لمعية الله عز وجل فلذلك الحذر أن الإنسان يغفل عن هذا الأمر وأن يغفل عن هذا الداء الذي جعله الله عز وجل علاجاً لهذا المرض الخطير وهو مرض الطغيان مرض الطغيان ثم عنوان النجاح قد يقول الإنسان أنا أفعل ذلك وسأجتهد في هذا الأمر لكن ما الذي يدل على نجاحي ما الذي يعطيني دلالة على أني سائر في الطريق الصحيح إن الدلالة هي تلك الحدود التي حدها الله عز وجل عندما تجد من أعماق قلبك ذاك الباعد الذي يدفعك بكل حزم وعزم بكل تحفيز وطيب نفس أن تلتزم بحدود الله فما أمرت أن تفعل فأنت تفعل وما أمرت أن تترك فأنت تترك فكلما وجدت أنك تلتزم بحدود الله عز وجل فإذن هذا الدليل على أنك سائر في طريق المعالجة على منهج سليم صحيح إذن ذاك هو معلم النجاح أو عدم النجاح وقوفك عند حدود الله عز وجل فإذن الحذر أيها الإخوة هذا علاج رباني إن إلى ربك الرجعة وللأسف أقول في حياتنا كم نتلقى الكلمات القرآنية ولكن ما أكثر الضعف في نفوسنا وقلوبنا أن نفعل تلك الكلمات وأن تخرج من دائرة التصور النظري لتحقق واقعا عمليا في حياتنا ولنأخذ مثلا قضية الموت كم والله عز وجل يذكرها في القرآن وقلنا هي البوابة التي منها يخرج الإنسان من هذه الدنيا نحو ملاقات الله جل جلاله والوقوف بين يديه فإن المعبر إنما هو من بوابة الموت ولكن عندما نقف ونتأمل وننظر إلى واقعنا فإن الإنسان يبلغه وفاة صديق وقريب ويذهب ويكون ممن يعزي وممن يقف مع أهل الميت في دفنه وقبل ذلك تغسيله ولكن كم منا من ينظر وكأن المصيبة مصيبة غيره وكم منا ممن لا يتذكر وأن ذاك الموقف يذكره بأنه سيأتي الوقت الذي سيكون هو المغسل وسيكون هو المحمول وسيكون هو من يصلى عليه وسيكون هو من يوارى في التراب نجد أيضا من أعاجيب النفوس أن هذا الإنسان الذي ذكر بالموت وأنه سيكون ميت كم من هؤلاء الذين يخادع نفسه ويرى أن البعد عن ذكر الموت ويتحاشى أن يذكر الموت وكأنه في قرارة نفسه أن هذا الفعل سيبعده عن الموت مع أن القرآن يذكر عن هذا الإنسان وخلجاته ويذكر الجواب فيقول عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وأيضا نجد هذا الإنسان قد يفرح في موطن وفي وقت وفي حدث وأنه خرج من موكف خطير فيجد فرحا وسعادة وأنه فر من الموت ولكن كم هي الفترة التي سيعيشها بعد خروجه من ذلك الخطر يأتي القرآن ليقول أن الفترة بعد ذلك قليل فيقول الله عز وجل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا كم من الناس أيضا عندما يسير في طريقه ويمر بأشياء ولا يتصور أن ذلك المكان الذي مر به والموقع الذي نظر إليه مستشفى أو غيره أنه سيكون المكان الذي سيموت فيه فلذلك سبحان الله العظيم أمور يغفل عنها الإنسان يغفل الإنسان أن مفارقة الدنيا بالموت تحتاج منه أن يكون مستعدا لملاقات الله وإذا تأملنا في القرآن فإن القرآن يخبرنا عن مرض أيضا يقع فيه كثير من الناس في هذا الباب وهو التأجيل التأجيل تأجيل للعمل الصالح التأجيل تأجيل للإنفاق والصدقة والجود والكرم التأجيل تأجيل للتوبة والاستغفار من ذنوب يرتكبها الإنسان ونجد القرآن يذكر هذه الأمور في مواقف عظيمة وكأنه يذكر بها هذا الحي قبل فوات الأوان فنجد في القرآن قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت بماذا يجاب كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فهأنت اليوم في دار الدنيا فبادر بالعمل الصالح قبل أن يكون الجواب ما ذكر الله وأيضا كم من إنسان يؤجل الإنفاق ويؤجل الجود والصدقة وإخراج الصدقة في سبيل الله والله عز وجل يذكر في كتابه حال فئة أجلت فيقول عز وجل وأنفق مما وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين فإذن هذا موطن ثاني التأجيل منع الإنسان أن يبادر بالإنفاق وموضع ثالث ونختم به وهو التوبة والاستغفار من الذنوب عندما يؤجلها الإنسان والله عز وجل يذكر هذا الموقف تذكيرا لنا وعظة لنا فيقول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما فالحذر من التأجيل الحذر من التأجيل للعمل الصالح الحذر من التأجيل للإنفاق في سبيل الله الحذر من التأجيل من التوبة والاستغفار فإذن إن إلى ربك الرجعة علاج رباني عظيم لمرض خطير إنه مرض الطغيان الذي يجعل الإنسان يستشعر أنه مستغن عن ربه وأن للإنسان أن يستغن عن ربه عز وجل فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا علما به وتعظيما له وطاعة وانقيادا وذلا له جل جلاله إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر